خفض سعر برميل النفط الكويتي 96 سنة ليبلغ مستوى 72 دولار و 15 سنة للبرميل أما عالميا فقد وصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال تعاملات اليوم تحديدا وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للنفط على مستوى العالم إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنحو 1.5% ليصل إلى مستوى 71 دولار و 62 سنة للبرميل